السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأعزاء فيديو اليوم سوف يكون استثنائيا فريدا من نوعه لأنه سوف يلبي رغبة العديد من الذين يعانون من مشكلة تساقط الشعر وقصر الشعر وفراغ مقدمة الرأس بل وحتى الذين يعانون من مشكلة الصلع خاصة وأن مكونات وصفة اليوم سوف تكون من مكونين مباركين باركهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة ألا وهما السدر والإثمد لذلك فوصفة اليوم سوف يكون مكوناها الرئيسيين هما الإثمد والسدر فلقد جاء في القرآن الكريم ذكر السدر وهذا في صورة الواقعة الآية رقم 28 يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر ومن كثرة الفائدة الكبيرة التي يتمتع بها السدر في إنبات الشعر حتى قيل عنه لو وضع السدر في كفة اليد أربعين يوما لنبت الشعر في كفة اليد أما عن الإثمد وفوائده في إنبات الشعر فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر رواه الترمذي لذلك فالإثمد ضروري جدا لإنبات الشعر ومنع تساقطه ويساهم بنسبة متقدمة جدا في القضاء على الصلاع لذلك ننصحكم متابعين الأعزاء بمتابعة هذا الفيديو إلى آخره حتى تستفيدوا من هذه الوصفة فهي مجربة وممتازة جدا أنصحكم بها كما أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وضغط لايك للفيديو إنا لا إعجابكم ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة ولا نحرم من الأجر ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى وصفتنا السحرية والممتازة وكيفية تحضيرها في البداية لابد من إحضار كمية من ورق السدر حيث تجدون ورق السدر متوفرا بكثرة عند العطار لكن أنصحكم مشاهدين الأفاضل ألا تقوموا بشراء السدر المطحون بل الأفضل شراء ورق السدر ثم القيام بطحنه في المنزل بعد تنقيته من الشوائب والشوك الذي يكون عالقا به إذن بعد طحن كمية من ورق السدر حتى يصير بودرة ناعمة كما تشاهدونه الآن أمامكم نقوم أيضا بطحن حوالي 100 جرام من حجر الإثمد والذي بدوره تجدونه عند العطار لكن أنصحكم هنا وبشدة ألا تشتروا الإثمد الذي يباع في قارورات صغيرة فذاك أغلبه مخشوش بل يجب شراء حجر الإثمد كما تشاهدونه أمامكم ويكون لونه إما رمادي براق كالذي سنستعمله في وصفتنا اليوم أو بلون آخر يكون مائلا إلى الأحمر هنا كما قلت نقوم بطحن 100 جرام من حجر الإثمد باستعمال آلة الهون حتى يصير بودرة ناعمة نضع الكمية المحضرة من الإثمد ثم نضيف إليها بعد ذلك ملعقة طعام كبيرة من مطحون أوراق السدر بعدها نضع مقدار ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون لأن المعروف عن السدر أنه يسبب جفاف الشعر لذلك فزيت الزيتون هنا ضروري جدا عند الخلط قليلا سنجد أن اللون صار أسودا نوعا ما ففي حال كان الشعر مسبوغا فيفضل وضع ملعقة صغيرة من مطحون الإثمد وإن كان الإثمد على العموم لا يؤثر على الشعر المسبوغ بعد ذلك لدينا مكون مهم جدا وجب إضافته إلى الخلطة ألا وهو زيت الثوم ويفضل صنع زيت الثوم في المنزل عوض شرائه من عند العطار سعيا للحصول على نتيجة مضمونة وسريعة جدا وهذا من خلال أخذ حوالي عشر فصوص من الثوم يتم تبشيرها ووضعها داخل برطمان فيه زيت الطعام أو زيت الزيتون ويغطى بكيس أسود ويوضع بمكان مظلم وجاف وهذا لمدة أسبوع كامل ثم يصف الزيت أنا هنا في هذه الوصفة تعمدت عدم تصفية الزيت حتى أقرب إليكم الطريقة جيدا وتشاهدونها أمامكم بالنسبة لزيت الثوم نضع مقدارا ملعقتين صغيرتين فزيت الثوم يساهم في تطويل الشعر لأنه يغذيه من جذوره إلى أطرافه وبذلك يؤدي إلى زيادة طوله ويجعله أقوى بكثير بسبب الفيتامينات التي يحتويها زيت الثوم كما يحارب زيت الثوم قشرة الرأس لاحتوائه على مادة الكبريت كما يطهر أيضا الفروى ويعالج الالتهابات الفطرية والحكة والأكثر من ذلك فزيت الثوم يمنع تساقط الشعر حيث يساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها من جذورها وبذلك يساعد على تكثيف الشعر ومنع تساقطه بعد ذلك نقوم بإضافة مكون آخر ألا وهو زيت البركة بحيث نضع كمية قليلة منه وهذا بمقدار سبع قطارات فقط لأن زيت البركة للشعر مهم جدا فهو فعال في إعادة نمو الشعر لاحتوائه على مضادات الهيستامين الذي يعالج الثعلبة ويمكن الاستفادة منه أيضا في إعادة نمو الشعر كذلك زيت البركة يمنع التساقط من خلال تغذية بصيلات الشعر فزيت حبة البركة يحتوي على أكثر من مئة نوع من المغذيات مما يجعل البصيلات أكثر صحة فيمنع بذلك تساقط الشعر كذلك له دور فعال في التخلص من الشيب من خلال منع الخلايا الصبغية في البصيلات من النظوب هنا نباشر بخلط كل المكونات بعضها مع البعض حتى تمتزج مزجا كليا وتتفاعل كامل المكونات وحتى نتحصل في الأخير على خليط متماسك بعدها ستكون وصفتنا جاهزة للاستعمال والتطبيق ولسوف تشاهدون أمامكم كيفية استعمال هذه الوصفة على الشعر علما وأن هذه الوصفة ممتازة جدا أنصحكم بها وباستعمالها وبالمداومة عليها ولسوف تلاحظون الفرق العجيب بعد أسابيع قليلة بعد الانتهاء من الخلط نذكر هنا أنه يجب ترك الوصفة لمدة نصف ساعة تقريبا قبل استعمالها بعدها وباستعمال الفرشات الخاصة يضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ويفضل أيضا عمل مساج دائري من خلال حركات دائرية بالأصابع لتتليك فروة الرأس وتستخدم هذه الوصفة التي تشاهدونها الآن أمامكم لمدة شهرين على الأقل بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع على أن تبقى على الشعر لمدة ساعتين كاملتين ويمكن كذلك وضعها على الشعر قبل النوم إلى غاية صباح اليوم الموالي كما يفضل أيضا لف الشعر بكيس بلاستيكي مخصص وبعدها يغسل الشعر بشومبو المناسب للشعر عندكم هذه الوصفة كما قلت لكم هي ممتازة جدا من مكونات باركها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفوت الفرصة ولسوف تجدون أن الشعر صار كثيفا وناعما وتوقف تساقطه بصفة نهائية كما سيتم التخلص من القشرة أما بالنسبة لمن يريد استعمال وصفة الإثمد لللحية الخاصة بالرجال وأيضا لمن يريدون تطويل الرموش والحواجب فسيظهر لكم الآن الرابط أعلى الفيديو على الضائرة البيضاء فأنصحكم بمتابعة هذا الفيديو إلى غاية النهاية ولسوف تجدون الحل في هذه الوصفة نتوجه الآن متابعين الأفاضل إلى الوصفة الثانية وهي المتعلقة بتطويل الرموش والحواجب وتكثيفهما بداية نحضر ملعقة صغيرة من كحل الإثمد وملعقة صغيرة من زيت الخروع كذلك إذا لم يتوفر زيت الخروع يمكن استعمال زيت جوز الهند ثم نخلط المكونين معا خلطا جيدا حتى تمتزج وتتفاعل بعد الخلط وقبل تطبيق الوصفة لا بد من التأكد من نظافة الرموش وخلوها من المواد الكيميائية بعدها تغمس قطعة القطن في الخليط المتحصل عليه أو يمكن استعمال عود الكحل ثم يمسح الجفن العلوي والسفلي للرموش مسحا خفيفا مع تجنب ملامسته لداخل العين تفاديا للألم وفي حال لامس العين فإنه ينبغي غسلها على الفور على أن تستعمل هذه الوصفة قبل النوم ثم تغسل العينان صباحا بالماء مع تكرار ذلك يوميا للحصول على النتائج المرجوة الآن ننتقل وإياكم إلى الوصفة الثالثة والمتعلقة بتكثيف اللحية في البداية نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من كحل الإثمت ونضيف إليها ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ونضيف إليهم أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون هذه الوصفة هي مجربة ومهمة جدا في الحصول على لحية كثيفة بعدها تخلط المكونات جميعا مع بعضها البعض بشكل جيد أما بالنسبة للطريقة العملية الصحيحة فنقوم بوضع الخليط على الوجه أو اللحية مباشرة ويترك لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف على أن تترك هذه العملية مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل النتائش إذن متابعين الأكارم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من وصفات اليوم تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك حلقاتنا أولا بأول كما لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب بالفيديو تقبلوا مني خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر